السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد ان شاء الله اليوم نتكلم عن المارك اف انجلر في لعبة التوف قبل ان نبدأ لا تنسى من الاشتراك واللايك وحبيت لو حبيت ان تنظم معنا في مجتمعنا في ادو سكو رح تحصل غابط تحت في الوصف كل عليك تضغط هذا غابط احنا نقلك المجتمع هناك تختار نوع الجهاز عشان تقدر تتواصل بها بقية اللاعبين ايضا لو حبيت انك تشتري من عندنا فلوكس هل تطبيق اننا تحصل على الملستين هى موثرة مقبولة وهو موقعهم منسة ٥ صوني الصوني الاوو carriersω마كو موجود وايضا لو حبيت ان تنقل فلك الشيخص من اوقع الى الى اوميكي ي voters هذا موجود ومن repeatedly تلقل من العكس الى او بي ولو حبيت ان تلقلها من الصوني الى الى البر Nexus او 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 ميكيئا الى الى brc فمبط الى هالشيء موجود فجميع الاشئة التي تتكلمنا عنها المجتمع استعالية alright طيب خلونا نبدأ نتكلم عن ماك اوف انجلر كيف تجيبها؟ طبعا في طريقتين تجيب فيها ماك اوف انجلر طيب ماك اوف انجلر هذا وشه، هذا شعب جميل اللي ما يطلعون له هذولي، زي ما يشفون هنا فيه اثنين وهناك فيه واحد ما يطلعون لهذه فيه قويست لاين تدخل هنا على الادفينجر تحصل هنا قويست، وتحصل هنا عندك شغلة هناك مساوتها فتسويها القويست لاين هذا طبعا موجود شرحة في قناتي بعد ما يطلعون لك هذا اللي هي الخريطة للصيد وأيضا هذا الشخص وهناك فيه شخص بغضو حق المهام طيب عندنا حين هذا الشخص يتركزون التحت هنا عندنا حوالي حوالي 452 من الماك اوف انجلر طيب، كيف تجيب الماك اوف انجلر هذه؟ طبعا عندنا طريقتين تجيب فيها الماك اوف انجلر طبعا عندنا طريقة الشاب الجميل هذا اللي هنا هنا عندك مهام طبعا أنا أخذت المهام الثلاثة بالمهام اوجد ما لديك مهام هنا سنقولا أنك تتاخذ المهام هذه كله طبعا إذا أخذت المهام هذه يحتاجه عندك في الـ Event-Oy طبعا أنا مجمع يفضل على الانية عندك يعني اذا لم تتنينة مهام هذه القيب يفضل أنك تتخذ المهام هذه كلها يتركز مع المرتبها عندك بالتأتيب هذا المهام يوجد صفة ترتبها وغير مرتبة الميزة في فكرة المهام يجب أن تفعل ثلاث مهام في نفس اللحظة ثم نفعل ثلاث مهام يجب أن تفعل ثلاث مهام يجب أن تفعل الآلة بعد تفعل كلها مهام يجب أن تكون عند هذه الآلة تأتي هنا عند الفيشينج هنا تحصل عندك بس عندك هذا الأول الحالة أو تقول بس الأول هذا الحالة والبقية ذوالي مثلا ما عندك ذوالي ما عندك ذوالي كيف يجيب ذوالي كلهم؟ ذوالي يجيبهم كلهم يطول العمار عن طريق رسمة الماب حق هذا هنا نفصل معينة إذا أجبت ماركو في إنجلر عن طريق الصيد تأتي هنا تفعل هذا الشيء في الأساس إذا قمت تصيد بالأسماك في الماء أحيانا عندك تصيد ماركو في إنجلر يطلق حبتين إذا فعلت هنا خطوة واحدة في سيطر يطلق ثلاث حبتين وإذا فعلت هذه سيطلق أربعة وإذا فعلت هذه سيطلق خمسة طبعا ما سنفعل هذه سيحتاج منك طريبا سنقول أبو طريبا الفين اللي هي لتشتي هذه قطعة في قطعة هنا كان في قطعة قبل هذه لأم خمسة ألاف كان قطعة قبلها أم الفين تشتي منها هذه قطعة تجي هنا واتفعل فيها هذه الدائرة اللي هنا تمام؟ بعد ما تفعل فيها الدائرة تتيج موثاني هنا وتشتي مثلا أم خمسمية طبعا عندكم أم خمسمية عندكم أكثر من حبة شأن المستهلك منهم أو أخو نقول أم الف هذه اللي هي طريبا بتنتج هنا واتفعل فيها الدائرة الصغيرة طبعا الدائرة الصغيرة هذه حاجة اللي هي خلنا نرجع شكرا 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 اللي هي طريبا تمام؟ الدائرتين اللي هي الكبارة هذولي نشوفوا هنا تسهينها في الفي دائرتين مثلا هنا هذي بعدين جواها دائرة صغيرة الدائرتين هذي تشتريها عن طريق اللي هو الكي أوف ديفث طبعا فيه سعر قبلها تجي من فهم زي ما قلنا بتجي من خمسلاف بتجي من عشرلاف في النهاية وبعدين الدائرة الجواها الصغيرة اللي هي تروفي أوف ديفث طيب إذا حنقول خلينا بصريك مثال صغير خلينا اذا كنت محتال نظر انك طوفي الشبكة هذه لانك قطع تشبج على ضرور كذا النوع الطعم أو نوع الطعم الذي تصد فيه السمك سوف نكون هناك واحدة الهمية هذه الصغارة هي سريعة أنهم يطلعون لك الكومن أو الأن كومن بشكل مرحل شريع طبعاً يطلع لك الكومن أكثر شيء لكن يطلع لك الكومن أقل هنا يطلع لك الأسماك بنسبة حظ أن يكون يطلع لك الأسماك فيها توفي بنسبة أكثر كلما تطلع منه النوع الأفضل يجب أن يشعر أشياء أفضل يجب أن يركز فيها التركيز أنها خلية بشكل أفضل ويجب أن يكون هناك هذا خالص بالأسماك النادر ويجب أن يطلع لك أنا على نفسي أرى يمكن أن أرى ما يقولون ما هو الأن كومن يعتبر ممتاز مرة الأن كومن أو سبيد أو كويك يعتبر مرة سير كويس وعندك هذا هو السيكر يعتبر ممتاز مرة فأشتبه هنا وأشتبه هنا بعدين ننتقل لمنطقة الأسماك طعميهم منطقة قوية منطقة ضعيفة في الأساس أنهم كلهم واحد طيب أنت الآن في عالم الماي الآن نتقلنا العالم الماي ترى هذا الصغير في الأسماك فلو صد بالنوع العادية لن تشغل أي طعم لن تشغل أي طعم لن تشغل الطعم أنت تجي عندي هنا أنا حاليا عندي مثلا أعطي هنا أحوال أنواع الطعم فأخذ نقوم مثلا بحط مثلا نوع الكويك مثلا هذا الأصفر هذا يعتبر مرة قوي نسخل نوع اسم النوع لانجلر هذا النوع القابل هذا البيسيك العادي وفي هذا نبدأ بطريقة هذه فعلنا طيب ما عليش نقوم بحطة صنطوطة هنا هذا يجعلني سريع وهنا يعطيني البيسيك سوف أفعل لكم هذا تغير وتلاحظ فوق نفسها تغير فعندما جئت هنا فوق الآن أضعه داخل طبعا صوب يكون علقا المربع يجب أن أرميها داخل البركة نفسها طبعا هذا الطعم يكون أسرع طبعا هذا الطعم يكون أسرع طبعا كيف تحصل الآن نحن نتحدث على الأساسية ماك الآن الآن نحن نتحدث بروس أطلعا نحن نتحدث هنا هنا 25 و هنا نحن نتحدث هنا نحن نتحدث نحن نتحدث نحن نتحدث هنا نتحدث هنا الكمن الأسماك الشائعة خمسة واثنين حبة هنا يضعني 175 هنا يضعني 225 ماك وهنا يضعني 275 ماك فحنا نحن نتحدث الآن ما خلاص مهمة في النهاية يعطينا النقاط المطلوبة لكي نطور الخريطة هذه الأسماك أنا وقت نتحدث قليلا ما يطلعني ماك 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 مصنع يضعني هذا يطلعك عشوائي انطلعك بشكل أكيد عندك عندما احتزت الطعم في الطريقة هذي تسحبها يطلعك منها الصيد بالطريقة في الطريقة مهام مطابق لهيه الكمن والانكمن وعندنا شفى حين صدتنا حاليا حبه واحده من الانكمن وثلتت حبه من الكمن وحبه واحده من الاصر الحبتين في الراير فبس تقع تسيت كي طول اليوم طرعني يوم الثلاثه يدبل لك الصد اذا خنقل اذا انت صدت حبه يسيرتك حبتين صدت حبتين يمكن يقع تقربة شفى حين انت تعندي الهي البركة فادوع بركة ثانية فهذه البركة ثانية قدامي بطريقة هذه تدب السفينة طيب عشان تدب السفينة بطريقة هذه تعلق على القيارة اليسار بل انت تختار ماونت او بوت او حتى مارك غريدر فاختار بوت عشان تضع السفينة عندك وبعدين دلق المربع وعمل تدبها زي كذا وتسدك لشوية ليه ما تخلص المهام مطلوب منك هذي هذه هي الطريقتين اللي تقدر تجيب فيهم الماركة في انجر ما في اكثر من طريقة زي كذا عندك الاولى عندك الصيد طبعا الصيد كمهام انك تسويها ما في الا لك حد معين في اليوم تسوي ممكن حوالي 8 مهام توقف في اليوم تسويها ممكن 8 مهام الى 8 من 6 الى 8 مهام تسويها في اليوم بعدين يمنعك انك تسوي مهام اضافية فأبدا عندك هذي طريقة هذي في الصيد اتمنى المقطع اعجبهم يعطيك من العام في المتابعة اتمنى ان الشيح كان ماضى جدا فاللي عندنا اشكالية او اي شيء اريد اكتب تحت في التعليقات وان شاء الله اننا نوضحها باكثر غدر ممكن ان شاء الله بذل الله اتمنى افيا ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة